السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم خليل صلاح من قناة اندرويد خالد النهاردة رجعنا لكو فيديو جديد وهنعمل لكم رجع عن باوربنك من شركة است اللي تابعة لينون الباوربنك معنا النهاردة هو 20 ألف ميلي أمبير هنشوف مع بعض أهم المميزات اللي موجودة في الباوربنك اللي احنا اشترينا تابعوا معانا للفيديو للآخر أهلا بكم مرة تانية هنفتح مع بعض دلوقتي العلبة بتاعة الباوربنك زي ما تشايفين باوربنك بيجي تغليف الباوربنك معنا النهاردة هو من شركة است اللي تابعة لينون الباوربنك ده عبارة عن 20 ألف ميلي أمبير انا بصراحة جربت معظم منتجات است اللي تابعة لينون وهي بصراحة بتيجي بجودة كويسة جدا زي ما تشايفين هنا كده برضو على الجنب يزولنا اهم الخصائص اللي موجودة في الباوربنك ازاي بيحافظ على الحرارة وازاي بينظم الجود بتاعه من ورا هنا هيزهر معنا سرعة الشحن بتمنتاشر وط وفيه سرعة الشحن والحجم المدمج او تصميم المدمج انه ها يكون زغر شوية هيزهر معنا هنا برضو ان الضمان بتاعه سنتين لو بصينا هنا من الجانب هيزهر معنا انه فيه اتنين وفيه وفيه ويزهر معنا برضو ان الوزن بتاعه تلتمائة وعشرين جرام زي ما شايفين كده برضو شكل العلبة بتاعة يباني ان هو فخم شوية بصراحة وامكانياته كويسة. ذاكر هنا برضو كل التفاصيل ان هو عشرين افري ميلي امبير وفي كابلة طيب سي. وهنفتح مع بعض دلوقتي العلبة ونشوف بييجي معي ايه بالزبط. طلعنا الباربانك هزروا معنا هنا دليل المستخدم زي ما شايفين بيجي باللغة الانجليزية وهنلاقي فيه برضو اللغة العربية وذاكر فيه كل التفاصيل بتاعت الباربانك سواء الطيار والكهرابا اللي بيطلع من الباربانك. هنروح الباربانك نفسه دي كده دلوقتي وهيزر معنا هنا برضو كارت الضمان. كارت الضمان هنا بيدي لك سنة او سنتين بس العلبة من برة موضح لنا ان الضمان بتاع الباربانك اللي معانا هو سنتين. لو رحنا هنا للباربانك نفسه. الباربانك ده بيجي بكزا لون يا جماعة اللون الرمادي وفي اللون الاسود والابيض وفي اللون الاخضر. لو بصينا من الجنب هنا هيزر معانا زرار البار. لو بس هنا هنا من فوق هيزر معانا اتنين ومناخرق ومايكرو يوسي بي. الطايب سي هنا ينفع ان انت تشحن منه او تشحن اه يعني تشحن منه الموبايل او تشحن بي برضو الباربانك. هيزر معانا هنا اربع لتبقي لك مستوى الشحن سواء خمسين في مية خمسة وعشرين في المية او مية في المية. هيزر معانا برضو هنا ان الباربانك حجمه زغير جدا. لاحظنا هنا ان رغم ان الباربانك عشرين الف ميل امبير بس نلاحظ ان هو حجمه او تصميمه صغير جدا. اه برضو من تصميم المميز في الباربانك هنا ان انت تقدر توقفه او تسنده على المكتب دون ما يعملك اي مشاكل لو حبيت طبعا تسند عليه الموبايل او اي حاجة هيساعدك التصميم بتاعه ان انت تتوقفه بسهولة جدا. لو جينا قررنا هنا الباربانك مع موبايل سامسونج اس ايد بلاس هنلاحظ الفرق في الحجم. طبعا هنا نلاقي باربانك حجمه اصغر بكتير من الموبايل. اه اسمك شوية بس هنا برضو تصميمه يسمح لك ان انت تمسك الموبايل والباربانك في ايدك. بالرغم ان هو زي ما احنا قلنا ان هو عشرون الف ميلي امبير بس حجمه كويس جدا. لو جينا هنا بصينا ان هنلاقي الباربانك بيجي معاك كابل طيب سي. ده هيساعدك ان انت تشحن الموبايل بتاعك بطريقة اسرع. طبعا انتو عارفين هنا الباربانك بيدعم الشحن السريع هنجربه دلوقتي مع الموبايل وهنشوف هل هيشح معانا سريع ولا لا. شغلنا الباربانك كده دلوقتي. هنوصل الكابل بالموبايل. هنشوف سرعة الشحن. زي مواضح كده قدامك ان موبايل بيدعم فاصل يعني كده الباربانك هنا بيدعم الشحن السريع. لو جينا قررنا بين الباربانك القديم اللي هو الفين وتمنتاشر احنا كنا عملانه قبل كده اه فيديو على القناة بتاعتنا تقدر ترجع وتشوفه. برضو من شركة عشرين الف ميلي امبير برضو. بس هنلاحز هنا برضو ان هي نفس اليمكنيات بس هنا الباربانك القديم حجمه كبير شو هي عن الباربانك الجديد. طبعا الباربانك الجديد يتميز اه عن الباربانك القديم في حاجة كويسة جدا. اولا ان هي حجمه صغير. تاني حاجة ان هو ما توفر فيه اتنين يو اسي بي. اه دي هتسمح لك انت تشحن في نفس الوقت. لو جينا قررنا هنا الباربانك القديم مع الجديد مع الموبايل هنلاحز الفرق في الحجم. الباربانك الجديد تقدر تحطه في جيبك او تشيله في ايدك بدون ما يسبب لك اي مشاكل زي ما احنا قلنا وزنه تلتمية واربعين جنوب. في نهاية الفيديو لو في اي استفسارات ممكن تضيفها تحت وان شاء الله هنرد عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.